تحوك الشابة الفلسطينية باسم محمود بالإبرة والخيط دماً بأشكال وألوان مختلفة داخل مشغلها الصغير لكسب عيشها فبعد تعرفها على فن الإيمجوروم الياباني لعمل العرائس المحشوة تولدت لديها الرغبة في تعلمه الفنانة الفلسطينية أضافت إلى فن حياكة الدمى الياباني بعض اللمحات من تراثها من خلال إلباس الدمى الأزياء الفلسطينية التقليدية أو إضافة ألوان ونقوش وتطريز فلسطيني ومنذ أن تعرفت بسمة على هذا الفن تولدت لديها رغبة متزايدة في تعلمه وإيجادة مهاراته بالموارد المتاحة لديها في المنزل والتي انتظرت حتى أتقنته وتمكنت من أدواته ثم بدأت في بيع الدمى للأطفال وفي بعض الأحيان تصنع دمى تشبه شخصيات تاريخية أو شخصيات من أفلام الرسوم المتحركة التي يحبها الأطفال وتعرض منتجاتها على صفحات التواصل الاجتماعي وكانت بداية فن الإيمجورومي الياباني ونشأته في نهاية القرن التاسع عشر في اليابان والإيمجورومي كلمة يابانية مؤلفة من كلمتين الأولى حياكا والثانية دمى محشوة ويستخدم الكروشي أو التريكو في صناعة دمى مجسمة مثل الأشكال الهندسية